موسيقى ذكرت مواقع إخبارية اليوم أنباء عن قرب إجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور عبدالله أنسور وحول هذه الألباء سطلعت رؤية آراء الشارع الأردني حول هذا الموضوع حيث أشار مواطنون إلى ضرورة إجراء هذه التعديلات خاصة أن بعض الوزارات لم تقم بواجباتها الموكولة إليها بالشكل المطلوب فيما طالب آخرون برحيل الحكومة بشكل كامل أما البعض الآخر فأثنى على أداء بعض الوزارات وبخاصة وزارة التربية والتعليم أنا من رأيي يعني يكون فيه تعديل وزاري وأما تعديل وزارة الصحة يعني منسأل عن علاجات بش موجودة وخدمات بش مزبوطة نهائيا بالوزارة الصحة بأي التعديل وزاري لأنه في وزارات زي وزارة الأوقاف يعني ما لازم نصيرها تعديل لأنه مش مراقبين المساجد صحة وما فيه مساجد فيها نقص وعاض وأما هي لازم كلها الوزارة منها مع عبدالله نصور كاملة كاملة كلها يعني لازم يجي رئيس وزارة جديدة ويشكل وزارة جديدة أحسن لأنه الوزارة هاي كلها خربة إحنا حكومتنا منيحة وماسي يعني أحسن من غيرها والحمد لله رب العالمين أكل إسيه فيه كثير من الوزارات بحاجة لتعديل أما فيه وزارات الحمد لله أثبتت جدارتها وأثبتت كفائتها فعندك على سبيل المثال وزارة التربية والتعليم بجهود الوزير الحالي اللي بنتمنى له التوفيق فيه كثير من الإجراءات اللي الآن إحنا بنفتخر فيها وأثبتت إنه هاي الوزارة تسير قدما نحو الأفضل بما فيه مصلحة الطالب والمعلم والنظام التربية بشكل عام الوزارات منيحة وكل شيء لها منيح وبتخدم الشعب وبتخدم المواطن وما شاء الله عليهم بالنسبة لتغيير الوزارة يعني إحنا مش عارفة إذا كان ممكن إنه كن فيها بها التعديل الجديد رح يصير تغيير أو لا فإحنا نتأمل إن شاء الله إنه الإشي اللي ما عملوا الوزراء السابقين يقدروا الوزراء اللي إن شاء الله جايين يعدلوا بطريقة أحسن يعني بالنهاية تصوف مصلحة المواطن بالدرجة الأولى اشتركوا في القناة